عشان كده هو ليه السلام وثقافة السلام سيئة السمعة عند القوى السياسية واللي بقولوا على السمعة حتى القوى المدنية يعني احنا فهمنا الاسلاميين وفهمنا دول الناس عايزين ارهابيين وش وبستخدموا الدين في الارهاب عادي جدا ومش شايفين في الدين الا الغزو والقتل وسفك الدماء ورزقه تحت رمح سيفة وكل ده اي ارهابي معتقد ومؤمن به ويعمل ده وشايف مسألة واضحة ومعلنة وماشي فثقافته ثقافة الارهاب والقتل والخرب والتدمير ليه انه قائم على التكفير قائم على حلم الخلافة انت حضرتك يا بتاع المدني ليه ثقافتك هي نفس الحكاية بس هنشيني الايات القرآنية اللي بتتقلق او الحديث الدموية اللي بيقولها الارهابي وحط فيها شوات مقولات ممكن تبقى من يعني زعمات سياسية او قادة سياسيين ويبقى انت كده عندك نفس منظومة الارهابيين فلا يمكن مرة اخرى الا يمكنيات كترة انه ثقافة الكراهية المحمومة دي وثقافة الحروب العدمية والثقافة الانتحارية العدمية تخلي البلد دي تتعدم شبرين يعني بالعكس ده انتو هتصيبوا البلد بنهيار وعشان كده الاحباط الاكبر هذا العام في حقيقة الامر ليس من الحرب العدمية اللي عملتها حماس وجلبت ضمار وخراب وقدت فرصة العمر للجنون الاسرائيلي والاجرام الاسرائيلي والارهاب الاسرائيلي والتوسع الاسرائيلي مش بس ده الكارسة السودة اللي حصلت فيه ظني هو انكشاف العقل السياسي المصري تحديدا انكشاف العقل السياسي المصري عن خواء عن خواء وفراغ وعدمية وانتحارية وجمود وتخشب شكرا